النهاردة ترقس وزير الخارجية سيد سامح شكري الوفد المصري المتوجه إلى العاصمة التنزانية دار السلام ليه؟ لنفس ذات الكلام اللي كنت بقولك عليه من شوية تقولي بس احنا ما عندناش أي توترات الحمد لله مع تنزانية ما ده اللي انا عايز اقوله لك مصر دائما كانت صاحبة اليد الخضراء يعني اليد التي تمد يدها بالمساعدة وبالسلام وبالتشجيع وبالتعاون مصر ما بتحبش الحرب مصر تاريخيا ما بتحبش الحرب اضطرتها وشدتها للحق زي بظبط كده ايام رمسيس التاني ما بتحبش الحرب لكن كانت لازم تقضي على الحتيين خلاص حاولنا مرارا وتكرارا مفيش حل غير ان احنا نخلص عليهم تماما تبدهم عن بكرة ابيهم هتعمل ايه مصر طول الوقت مش بس مع دول الجوار مش بس مع الاخوات في القارة مش بس مع الاخوات في الاقليم العربي هي مصر طول الوقت صديقة للكل بل بالعكس هي تبحث عن صدقات الكل تبحث عن علاقات جيدة مع الكل تعال انا ممكن اضرب لك مثلا بعلاقات مصر في امريكا اللاتينية علاقات مصر في وسط اسيا ايه العلاقة اللي ممكن تقوم ما بين مصر وما بين الهند تدفع انها تبع علاقة وحشة اطلاقا العلاقة جيدة جدا علاقة صداقة وتعاون وشراكة الصين روسيا البرازيل يعني نفس المسألة عندما تجد مصر انه هناك اوجه من التعاون ومد وتثبيت اواصر الصداقة والاخاء مع الدول مصر مش هقولك ما بيبقاش عندها مانع لا بتجري على ده فتجد ان وزير خارجيتنا موجود في دار السلام عشان احتفالية تدشين ملء بحيرد سد جوليوس نيريري السد اللي اتعمل في تنزانيا واللي بينفزه التحالف المصري على نهر رفيجي في دولة تنزانيا السد اللي اتعمل بتكلفة 3 مليار دولر يجسد ايه؟ يجسد اولا المحبة المصرية لمساعدة الاشقاء ودول الجوار ودول افريقيا بشكل خاص كمان الاسرار المصري على خلق تعاونات وشراكات دائمة وممتدة الايمان المصري الراسخ تاني هنا بقى في الزهنية المصرية ده واحد في الارادة السياسية المصرية في العقل الجمعي المصري على انه لو هنقدر نساعد هنساعد